السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في قناة المستر النهاردة هنكمل مع بعض حل ملحق جيم لسنة أولى سنوي الاختبار على الوحدة السبعة والتمنى من صفحة 16 لصفحة 19 انتظرونا نبدأ بصفحة 16 number one these people هؤلاء الناس need much help محتاجين مساعدة كبيرة because بسبب the note has destroyed دمرت their house منزلهم completely بالكامل يبقى ايه اللي دمر لهم بيتهم بالكامل هتبقى طبعاً fire الحريق دي معناها عدوى ودي معناها غبار تراب يعني number two that student الطالب وبعدين نقط this story القصة دي it has nothing to do with what really happened يعني ايه اللي هو بيقوله ده لا علاقة له بما حدث بالفعل يبقى اذا الطالب ده عمل ايه لفة القصة دي او اللفة invented دي معناها لاحظ وده معناها ايه واجهها ايه رقم تلاتة facebook is the most تطبيق الفيسبوك ده الاكثر وبعدين نقط social networking sites مواقع التواصل الاجتماعي على النت بقى اكثرهم ايه بقى اكثرهم شعبية popular ايه دي معناها حسن السمعة ودي معقد وده معناها صادم number four when we returned home لما راجعنا المنزل after six months abroad بعد ست شهور في الخارج everything was كل شيء اللي انا في البيت ايه بقى طبعا كان ايه مليان ترابة dusty مغبر ايه دي معناها معتم ودي حساسية ودي ايه قوي رقم خمسة when the children play in their room عندما الاطفال بلعبوا في حجرتهم it becomes الاوضة بتصبح ايه بقى طبعا تصبح غير مرتبة تبقى missy فوضوية دي معناها منظم number six after i arrived home بعد ما وصلت المنزل i found بتاخد حرف الجر found ايه اكتشفت ان ايه ها ايبقى found out that i had left the lights on كنت تسايب الانوار ايه مضيقة ايه number seven the new flat الشقة الجديدة is so wonderful رائع جدا you know i'd come and see it يبقى تعالى بقى ايه عشان تشوفها اذا دي ايه دعوة ودعوة تكون حارة هتبقى must لابد انك تيجي وتشوفها ايه رقم تمانية if metal is heated لو المعدن ايه يتم تسخينه اللي حيحصل ايه نقاط يبقى ايه تمدد دي من بينة كده منها يبقى الحالة السفرية لانها حقيقة علمية هنا مضارع ها is heated ما بين المجهول المضارع البسيط وهنا هيجي مضارع بسيط هتبقى اكس باندس يتمدد ايه رقم تسع الجملتين يعني مضارع بسيط ايه رقم تسع برضك i feel good انا اشعر ان انا بحالة جيدة بحس ان انا كويس يعني if you noct me regularly لو انت ايه بتزورني بانتظام برضك كده دي بينها if في النص بسيط صح يبقى حيجي هنا برضك مضارع بسيط هنا في اتنين مضارع visit و visits u ما تاخدش اس في الفعل هنختارهم visit رقم عشرة do i هل يجب علي وبعد النقط come to invite you اننا ناجي بقى عشان هدعوك to my daughter's wedding لحفل الزفاف اختي هنا بقى هنركز مع بعض الصح هتبقى have to هنقول ليه في هنا فعلا مساعد هنا ايه بمعنى هل في الاول do منفعش مع مصد لو عايزين نستخدم مع مصد يبقى مصد يلي تيجي في الاول يبقى دي ما تنفعش need بتاخد to مفيش to هنا should نفس الوضعية بتاعت مصد ان احنا كنا نقدمه ايه should في اول الكلام ما ينفعش مع دو يبقى الصحة بتاعنا زي ما قلنا have to رقم 11 he will get lost هو ايه حيطو حيضل للطريق يعني نقط someone shows him the way ها لو حد وراله الطريق ولا لو محدش وراله الطريق لو محدش هتبقى unless بس حد حيقول لي طب ما ينفع نستخدم ايه with the word with the word بدون بس مايجيش وراها جملة كاملة دي جملة كاملة ساموان ايه فاعل وشوز فعلي يجي وراها فعلي في ايه ing رقم 12 i وبعدين نقط that use the car العربية المستعملة ديت i have many problems with it عندي مشكلات فيها يعني قاعد بتندمها اللي هو ايه ما كانش ياجب علي اشتري العربية المستعملة دي هتبقى دي shouldn't وهو بالفعل ايه اشتراها رقم 13 هنختار اختيارين من الخمسة the accident الحادث happened yesterday morning حدثت امتى امس صباحا the synonym يعني المراد في المعنى المساوي يعني لكلمة happened حدث هنختار اتنين يساوي كلمة ايه happened هنا او كير دي حدثة بارتك وكمان took place حدث الاولان دي معناها يشارك ودي يتحرق او يحقق ودي معناها ايه فحصا رقم 14 the antonym المضاد الكلمة advantageous اللي هي مميزات يعني عكسي ايه بقى مميزات يبقى the merits عيوب ودي cons اللي هي سلبيات بردك ايه دي مميزات ودي بردك ايه ايجابيات ودي برهان الصفحة اللي بعدها الصفحة 17 اول سؤال هنا fill in the gaps تمام ابلق الفراغات هنقول معناها كده عشان تفهموها we are having a wonderful time بقول بي قضوا وقت حلو فين في الوقصر we have وبعدين here احنا هنا يبقى بين او الإجابة بين بقى ان هنا ثلاثة أيام and we plan بنخطط ان احنا نقيم هنا ايه بقية الاسبوع لانهم بيستمتعهم ايه بوقتهم هناك المهم this morning في السطر التالت we walked هتاخد حرف الجارة و ممكن تقول walked around يعني رحنا فين بقى other historic places اماكن تاريخية تشمل معبد الكارنك وكي السطر الرابع هنا بنقول ايه i took انا التقطت ايه سوار رائعة we haven't bought مشترناش any souvenirs اي هدات سكرية حنقول هنا yet عشان مدارع تام ايه من في مشترناش هدات سكرية ولكن احنا يليل حصل we saw some good art galleries اللي هي معارض فنية شفناها هناك ومحلات بحسن الحظ التاكسي كان ايه fantastic رائع people think الناس تعتقد it will هنستخدم ايه will will be really hot تمام الناس تعتقد ان التاكسي بيكون حر في الوقت ده ايه في السنة يعني في القصر خلصي هنا السؤال اللي بعده ده سؤال القطعة ودي معاني كلمات اللي هي ايه صعبة شوية يعني يعني مثلا رقم واحد needless معناها لا داعي هتمشي مع ايه الارقام كده هتلاقي كل ايه كلمات الصعبة اللي في القطعة عايزين ايه نستفيد بيهم عشان نزود ايه الحصيلة اللغوية بتاعتنا وحاول تختبر نفسك في القطعة كده وتشوف ايه الاجابات صحة ولا غلط ونعمل screenshot للقطعة ديت ونشوف ادي ايه الترجمة بتاعت الكلمات بتاعتنا خلاص نشوف الاسئلة بتاعتها وقادي اجابات اصيلة القطعة رقم 16 هتبقى D 17 هتبقى A 18 هتبقى الاجابة C 19 هتبقى الاجابة برضك C 20 C صار رقم واحد لـ 20 اللي هو معناه يعني اللي ماذا تعتقد ان الشؤال المفروشة ديت مالها R لها استخدام للايه للشباب مش مفيدة ليهم ليه طبعا عشان هنا السبب الاجابة هنا They cannot afford to pay the monthly rents يعني مقداروش يدفعوا للايه لإيجار الشهري بتاعتها الاجارات بتاعتها بتبقى غالية طيب السؤال اللي بعده رقم 22 ماذا الامة بتفقد لما الشباب يهاجروا يعني للدول الغنية طبعا بتفقد كوة العمل بتاعتها الكوة العاملة Workforce السؤال 23 اللي هو السكن الغير رسمي يعني الغير ملخص يكون ضر طبعا لإن ما فيش فيه المواصفات الصحية يبقى بلو يعني تحت المواصفات الصحية وكمان والكرامة الإنسانية دي إيه الإجابة بتاعتها صفحة 19 ده سؤال إيه خاص بالأزهر الشريف رير عيد كتبة الجمل ثاني باستخدام الكلمة اللي ما بين الأقواس هي مش بتأخرة على المدرسة ليس من الضرور لها أن هي هاري تسرع استخدم هف هنقول الجملة الأنونية زي ما هي وعدين نقول هي هي هاري يبقى هنشيله ونبدأه بشي رقم 2 يعني خذ الدوة ربما تتحسن استخدم هتبقى دية حالة أولى يعني بقوله لو لو انت خذت الدوة ده هتتحسن الحل رقم 3 هتسافر لإسكندرية استخدم بكوز يبقى هنقوله يعني نورة ما تقدرش تسافر إسكندرية لأن هي ما عندهاش إيه سيارة يبقى نورة can't travel بس نكمل هنا ايه تو ألكسندرية هنا بعد travel because she doesn't have a car رقم 4 لو لا مساعدته مكنتش هجيب درجات عالية استخدم إف إت يعني لو لا ماشي هنقولهم إف إت وير إت فور هز هل ب إ وكمل جملة بقى إيه جيت هاي مار كس النقط دي يعني بقيت الجملة عادي تمام لأن إف هنا إف إت يبقى لازم هجيب جملة كاملة هشيل إيه بط فور دي خالص وكون جملة كاملة بقى والتعبير احنا حافظينه ده إف إت وير انت فور السؤال اللي بعده برضا كيوجد الخطأ في الجملة وسحح ه فالخطأ في الجملة دي كيباب اللي ما تاخد هتاخد يبقى هنشيل كلمة دي ونحط إيه طب هنا هتبقى تعرف على هتبقى هتبقى عشان دي حالة صفرية طب هتبقى تمام لأن في الجملة التانية هنا بعد في ماضي بسيط تبقى حالة تانية رقم ستة هتبقى مصنت ده الصحة بتاعها ممنوع تأكل هذا الطعام لأنه سام وكده بنتهى الفيديو بتاعنا النهاردة وانتظرونا في فيديوهات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته